في خبر مهم جداً ونحن نتكلم لسه في موضوع المنتخبات طبعاً محمد صلاح وصل إلى القاهرة وصل إلى أسكندرية قصدي وانضم إلى المعسكر المنتخب المصري في برج العرب الأسكندرية لكن الخبر المهم في هذه اللحظات اللي عايز أقول لكل المشاهدين اتحاد ده كرة القدم عبر موقعه الرسمي نشر منذ لحظات خبر مفاده أن محمد صلاح لن يشارك في مبارتي جزر القمر ومبارات تاكينيا محمد ده صلاح يمكن عنده إصابة الجهاز الفن والجهاز الطبي فضل أن ما يكونش محمد صلاح معهم في المباراتين القادمتين نتيجة هذه الإصابة اللي تعرض لها في المباراة الأخيرة مع ليفربول أمام منشستر سيتي اتعملت فحوصات طبية من قبل الجهاز الطبي بقيادة طبطور محمد أبو العيلة وأكدت هذه الفحوصات عدم جهزية محمد ده صلاح لخوض مبارتي كينيا وجزر القمر والكابتن حسام البدري عقد اجتماع مع الكابتن محمد برقات مدير المنتخب ودكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب واللي أكد فيها رغبته الشديدة في المشاركة يعني صلاح طلب من الكابتن حسام أن يكون موجود في المباراتين لكن طبعا الكابتن حسام شايف لولا ظروف الإصابة اللي بتحتاج فترة علاج للتعافي خلال هذه الفترة فضل أن ما يكونش موجود معاه في المباراتين القادمتين صلاح وصل للمعسكر في ساعة متأخرة من مساء الأمس بعد ما وصل إلى القاهرة بالأمس بعد خود مباراتين الأخيرتين مع نادي ليفربول في الدور الإنجليزي وشوفنا كلنا الأداة العالي جدا لصلاح أمام منشستر سيتي والهدف المميز اللي وصف يورجون كلوبي المدير الفن أنه هدف ليس على غير المعتاد يعني هدف صعب جدا هدف لا تتوقعه هدف ليه إصدوب مختلف في أداء رأس الحربة وأسنى بشكل كبير جدا على هذا الهدف بالنسبة لمحمد صلاح مع فريق ليفربول لكن إصابة صلاح للأسف هتمنعه من التواجد في مباراتين القادمتين بالنسبة للمنتخب ويأول مباراة رسمية للجهاز الفن الجديد تحت قيادة الكابتن حسام البدري أمام كينيا وجزر القوم